راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا أهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا الآيسة في برنامتنا اليوم الاثنين تمانية من شهر أربعة سنة الفين أربعة عشرين باشتمل برنامتنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها مقتل العشرات في هجوم مسلح على قرى بجنوب كردفان وارتفاع عدد ضحايا منطقة أم عضام بالحصاحصة إلى تمانية وعشرين قتيلا مقتل نحو عشرين شخصا بريفي غرب الفاشر واتهامات للدعم السريع وجيش يقصف مواقع بالجزيرة تمهيدا للهجوم على وث مدني علاقات مسلحة تكشف عن تلقيها معلومات بشأن هجوم وشيك على الفاشر وعتقالات في الفاو والبرجيك وكوستي وسينار وكبكابية تحذيرات من تأثير كاسات محصول الزراع على الموسم القادم بالقضارف واحتفاء واسع بالذكرى الخامسة لاعتصام القيادة العامة والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنغا يقراها لكم الصديق مصطفى زكريا اتهم مواطنون من العباسية تقالي بولاة جنوب كردوفان ماليشيات قبلية مسلحة متحالفة مع الدعم السريع بالهجوم على عدد من قرى منطقة قردوت نامة بولاة جنوب كردوفان مما أدى لمقتل أكثر من عشرين شخص من بينهم أطفال ونساء وحرق قرية وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغا أن قوة ضخمة تستقل عدد كبير من المواطر والمركبات هاجمت قرى اللبان والسلامات ودقاك فور والمضخات التابعة لمحلية العباسية تقالي بولاة جنوب كردوفان يوم الجمعة والسب فأوضح أن الماليشيات حاولت نهب المواشي واشتبكت مع المواطنين وأشاروا إلى مقتل عشرين شخص وإصابة آخرين يوم الجمعة كما قتل أعداد لم يتسنى حصرها خلال استمرار الهجوم لليوم الثاني أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أم مقتل تمانية وعشرين شخص في غرية أم عطام بمحلية الحصاحصة وإصابة أكثر من 240 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم بشنته الدعم السريع يوم السبت فقالت اللجنة في بيان أن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالعسلحة السقيلة والخفيفة على القرية وأطلقت النار بشكل عشوائي وكسيف على السكان مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ونبهت إلى منع وصول المصابين لمستشفى الحصاحصة وتكدس عدد كبير منهم في مستشفى المناقل كشف اللاجئهم بمعسكر ملح في شرق تشاد عن وفاة 12 طفل في المعسكر خلال الشهرين الماضيين بسبب سوء تغذية والحميات المجهولة وأشار أحد اللاجئين لرادية ودبنقة إلى تفشي الإسهالات ونزلات البرد ونبه إلى عدم توفر أي عيادات متحركة وعدم وجود أطباء أو مراكز صحية وأشار إلى تفاقم معاناتهم بسبب عدم توفر الماء والرعاية الصحية مطالبين المنظمات بالتدخل العاجل وأضاف في هذا الخصوص قصف الطيران الحربي فجر الأحد مواقع عديدة بولاية الجزيرة تمهيداً لهجوم الجيش على مدينة وتمدني بعد بعدة محاول وقال مواطنون لرادية ودبنقة أن القصف شمل ود الحداد والمدينة عرب مهل محيط شبارقة بجانب مصنع سكر سنار بالإضافة إلى محيط الحاج أبد الله وأكد شهود عيان أن قوات الدعم السريع انسحبت من مناطق متقدمة في ولايتي سنار والقضارف شنت قوات الدعم السريع حملت اعتقالات واسعة في كبكابية على خلفية قصف الطيران الجوي للمدينة الأسبوع الماضي وكان مواطنون من المدينة لرادية ودبنقة أن الاعتقالات طالت رجال شرطة متقاعدين وشباب وبيّنوا أن القصف تسبب في مقتل إمرأة وإصابة أبنائها السلاسة وأدى لتدمير منازل وتضرر المستشفى وأضافت نازحة في هذا الخصوص تيران تسببت الحلع والقوف وسط مواطنين كبكابية وفي يوم الثاني تم اعتقال أرد كبير من شباب ورجال الشرطة متقاعدين على يد الدعم السريع أحدفت تيارات حربية مدينة كبكابية بأكثر من ستة قزائش ودمرت منزل نحة بنت فايزة يوسف أحد من قاملا توفت نحة من جهة أخرى قتلت النازحة سلوى مهاجر وإبنيها الأسبوع الماضي وجرح ابنها الصغير 30 شهر في كبكابية بولاة شمال درفور وقالت نازحة من المعسكر لرادية ودبنقة أن النازحة تسكم معسكرات ميدان الخيل عسر عليها مقتولة هي وإبنيها وتما نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج وأضافت نازحة في هذا القصوص سلوى مهاجر وإبني الاثنين في منزل حي تعلم بالسكين على يد مجهولين وجرح تفله الصغير أمره 30 شهرا مهاجر تسكن هي وأطفالها الثلاثة في معسكر ميدان قيل وجدت هي وأطفالها الاثنين واختولين تعلم بالسكين وجرح التفل الصغير أمره 30 شهرا قالت ستة من حركات الكفاح المسلح المؤيدة للجيش أنها تلقت معلومات مؤكدة وأن قوات الدعم السريع تستعد لمهاجمة مدينة الفاشر وحزرت الحركات ومن بينها حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة قيادة جبريل في بيان بعد اجتماع لها ببورد سوداني ومجمعة مما غبت الهجوم على مدينة الفاشر وأكدت أن قواتها والقوات المسلحة السودانية والقوى الشعبية في الفاشر ألا أتم الاستعداد لصد الهجوم على المدينة اتهمت حركة العدل والمساواة السودانية قوات الدعم السريع بقتل 20 مواطنا وجرح العشرات معظمهم من الرعاء في مناطق قرى غرب الفاشر منطقة درما والأجزاء الشرقية من ريف كورما يوم الخميس من جانبها كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية النزوح حوالي 763 أسرة من قرى سرفايا درما وجنجونة بريف الفاشر وأوضحت المصفوفة أن الهجوم الذي يرى في الفترة من السلساء إلى الخميس أسفر عن حرق 72 منزلا كشف عضو محامو الطوارع رحاب المبارك في مقابلة مع رادي ودبنغ عن عدم وجود مؤسسات عدلية بالسودان وقالت البلد فوضى ولا يوجد بها مؤسسات عدلية مستقلة حتى الموجودة في المناطق الآمنة مسيسة وتأتمر بعمر حزب المؤتمر الوطني المحلول وأضافت بعض المحامين تم اعتقالهم بالقضارف والشمالية بحكم خلفياتهم الإسنية وآخرين تمت تصفياتهم في جنينة ونيالة لرصدهم الانتهاكات وقللت المبارك من مذكرة الاتهام في مواجهة رئيس تنسيقية القوى المدنية دكتور أبطالح حمدوك وقيادات تقدم وأضافت في هذا الخصوص الآن لا توجد أي مؤسسات عدلية تعمل في السودان سواء كان في المناطق النزاع أو سواء كان في المناطق الخارج النزاع يعني مناطق خارج النزاع هي لا زالت مؤسسات مسيسة تمشي وتأتمر بأمر المؤتمر الوطني زي ما رجعون كلهم يعني القضاء كان تم فصلهم بقواب قد بباسة لينتفكيك تم إعادتهم كلهم احتفت قطاعات واسعة أمس السبت بالذكرى الخامسة لبدع اعتصام القيادة العامة في السادس من أبريل وتداول معظم القادة السياسيين صور اعتصام القيادة العامة احتفاء بالمناسبة حيث وصف الدكتور أبطالح حمدوك رئيس الوزراء السابق السادس من أبريل بالعظيم وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في بيان أن ذكرى السادس من أبريل هو ذكرى يوم سطر فيه الشعب ملحمتين خالدتين وإسقاط نظامين شموليين وأوضحت أن الذكرى تحيل على البلاد وهي تمر بأحد أقصى كوارثها الوطنية تمثلت في حرب طاهنة وصفتها بحرب الانقضاط على الثورة وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي حذر مزارع القضارف من العواقب الوخيمة لكسات محصول الزراء خلال الموسم الحالي معربين عن مخاوفهم من تأثيره على الموسم الكادم مما يمكن أن يؤدي إلى اتساء رقعة المجاعة وقال الخبير الزراء عضو اللجنة العليا لمياه القضارف عادي العركي في مقابل مع راديو دابنغا أن كميات الزر المتوفرة لدى المزارعين خلال الفترة الحالية تبلغ خمسة ملايين جوال حيث لم يتمكن المزارعين من بيئها بسبب الكسات وانخفاض الطلب واضافي هذا الخصوص المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه فيه كسات شديد جدا بسبب الحرب وما فيه طلب عليها والموسيب الزراعي على الأبواب يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين أنه هم بعد الانتاج الوفير الانتاجه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب طيب ليه؟ لأنه قلبية المصانع الشغالة في الانتاج الحيواني وقفت وليه يحتمي احتمال كله على الزراء وصف المزارع عادل عركي في مقابلة مع راديو دبنغ الموسم الزراعي السابق بأنه ناجح وأن الانتاج الزراعي كان وفيرا رغم عاقبات التمويل وارتفاع أسعار متخلات الانتاج وقال أن انتاج الزراع خلال الموسم الماضي بلغ 8.270.000 جوال بزيادة قدرها نحو مليوني جوال عن موسم 2022 وقال أن سبب الرئيس لنجاح الموسم هو ارتفاع مستوى حطول الأمطار وأشار إلى تخلص التمويل الزراعي خلال العام الماضي عن الموسم الذي سبقه بـ 4.4 تريليون جنيه وقال أن أغلبية المزارعين لم يحصلوا على التمويل الكافي في الوقت المناسب وأضاف في هذا الخصوص نحن ممكن نعزي مشكلة تدني الانتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل لأن أغلبية المزارعين لم يحصلوا على التمويل الكافي ولم يحصلوا على التمويل في الوقت المناسب يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السندي عن التمويل قتل الشاب أحمد عدم 17 عام يوم الأحد بسوق الزريبة القديمة في الضعيم بسبب إطلاق ثلاثة أشخاص النار عليه من جانبها أعلنت الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور في مطلع شهر أبريل الجاري وثيقة لحفظ الأمن والتعايش السلمي وأكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والمحافظة للمؤسسات العامة وآبار البترول ومحاسبة الخارجين عن القانون اعتقلت الاستغبارات العسكرية بمنطقة الفاو يوم الجمعة عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي بولاية القضارف نصر الدين حسين عمر من مكان عمله بينما أفرجت شرطة البرقك بالولاية الشمالية يوم الأحد عن أربع ناشطين بعد اعتقالهم مساء الصب وتواصل القوات المسلحة اعتقال عضو لجان المقاومة أبو حجار محمد جبريل العربي بزنازين الفرق السبعتاشر بسنار وذلك بتهمة دعوته للسلام ورفضه للحرب من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كوستي الدكتور نزار أبو زيت عضو غرفة طوارئ كوستي في النيل الأبيض ورئيس منظمة بشارات يوم الجمعة قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق يوم السبت من جهة أخرى اختطفت جهة مجهولة الدكتور أحمد محمد أحمد مدير منظمة المجلس الدينماركي دي أرسي بمحلية أم دخم بولاية وسط دارفور يوم الخميس الماضي وأضاف مواطن من المنطقة في هذا الخصوص اشتاك المواطنون في منطقة خور جنبا بمحلية كريانك بولاية غربي دارفور من العطش مشيرين إلى استمرار معاناتهم منذ فترة طويلة فقال أحد المواطنين لراديو دابنق أنهم ناشدوا حكومة الولاية لمعالجة الأزمة لكنها اعتذرت لعدم توفر الموارد اللازمة وأشار أيضا إلى معاناتهم بسبب عدم توفر الرعاية الصحية وقال أن العطش يهدد حياة ألفين مواطن بالغرية بجانب عدد كبير من الماشية وطالب المنظمات بالتدخل العاجل وأضافي هذا الخصوص الآن قرية خور بمبا أكثر من ألفين نفر ويعانوا من العطش ما أدريكم من السروة الحيوانية السروة الحيوانية تعداد بالق لا يعد وفي الناحية الأخيرة السروة الحيوانية تستفيد منها أننا بنعاني من العطش اسمه بعد ذلك التعليم التعليم والصاحة الخبر الأخير في النشرة كشفوا لولاية غرب دارفور المكلف تيجاني طاهر كرشوم عن دخول المساعدات الإنسانية لمحليتي جنينة وسيربة مباشر بغرب دخولها إلى محلية كرينك ووحداتها الإدارية المختلفة من جانبها قالت القرفة التجارية بولاية غرب دارفور أنها سيرت يوم الصبت قافلة مساعدات إنسانية تضم دخل وملابس إلى منطقتين كندبي وبير دقيقة تابعتها لمحلية سيربة بهذا الخبر مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا